موسيقى بسم الله الرحمن الرطيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني أخوتي متابعي قناة من الصف البرمج درس جديد من سلسل الدروس دالفي دائما مع المكونات المهمة في النصفة الأخيرة من دالفي اليوم سنرى الكاتيجوري بطنس مكون رائع لإنشاء قوائم جاندية تساعدنا في إنشاء الواجهات الرسومية والديزاين تقاص ببرامجنا إذن نفتح الدالفي نقوم بإنشاء مشروع جديد إذن نفتح إذن نفتح الانسبيكتر بطنس إذن أين يوجد مكون الكاتيجوري بطنس يوجد في الأديشونال أو في السيبلي إذن ومن هنا نجد الكاتيجوري بطنس إذن نقوم بوضع مكون الكاتيجوري بطنس داخل الفورم نقوم بتكبير الفورم قليلا إذن نلاحظ كيف يكون هذا المكون يكون عبارة عن تقريبا مربع أو بانل على شكل بانل إذن نقوم أولا ب وضعه على الجهة اليمين وتكبير العرض الخاص به ثم نأتي إلى الخاصية التي تميزه إذن وهي خاصية الكاتيجوري إذن نأتي إلى هنا نضغط عليها يعطينا هذه النافذة اختيار أنواع أو عدد من الكاتيجوري ونأتي إلى المكون نضغط بزر الفأر اليمين عليه و نضغط على ادتار الكاتيجوري فتظهر لنا نفس النفذة إذن نضع مثلا أربعة أو خمسة مجموعات إذن لاحظوا كيف تظهر هذه المجموعات داخل هذا الكاتيجوري باتلس يعني داخل هذا المكون بدأنا نلاحظ هنا بدأنا في هذه الكاتيجوري بدأنا الكابشن مثلا هنا في الكابشن نقول له مثلا الموظفين الموظفين وفي الثانية نقول له العطل الموظفين 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 في الخامسة الموظفين نقول له الموظفين الإعداد مثلا نلاحظوا أصبحت لنا أو لدينا خمس مجموعة هنا إذن نضغط على المجموعة الأولى نلاحظ في الكاتيجوري بطن هذه الكاتيجوري بطن واحد يعني هذه الأولى إذن نلاحظ هذه الخصائص إذن أولا لدينا الـ background color لدينا الـ align الـ margin لدينا الـ bubble inner و bubble kind و bubble outer هذه متعلقة بالـ button الذي ينهر هنا الـ button flow vertical يمكننا وضعه horizontal لاحظوا كيف تظهر هذه المكونات نجعلها vertical كذلك الـ button height لدينا الـ button option ثم لدينا الـ color ترسر لدينا الـ anablet الفونت الخاص به يمكننا تغييره إلى فونت معين يعني مثلا نضعه هذا الفونت خيره مثلا إلى volt إلى 14 إذن نلاحظوا كيف يتغير الشكل الكتابة أو نوعها الخط ثم لدينا الـ image لدينا popup menu لدينا شوهين كذلك يمكننا تعلم عليها إذن هذه هي الخصائص يمكننا إيجادها هنا ويمكننا أيضا إيجادها هنا في هذا المكون في الـ properties القاصة به هي نفسها إذن قمنا معنى الـ collapsed إذا قمنا بوضعها هكذا لاحظوا collapsed هذا كذلك تجعله collapsed هذا collapsed وهذا collapsed وهذا collapsed إذن لاحظوا ما معنى الـ collapsed سنرى حينما نضيف الـ items القاصة بكل كاتيجوري مثلا هنا في الموظفين مثلا ونلاحظه في الموظفين كاتيجوري 1 في الـ items القاصة بها إذن نضع الـ button الأول ونكتب فيه مثلا الإضافة ولاحظوا أنها لا تظهر بسبب القاصية collapse الإضافة ثم نضيف كذلك أخرى نقول له التعديل مثلا ثم إضافة أخرى الحتف مثلا ولدينا الإضافة والتعديل والحتف لدينا الـ hint الخاص بها كما رأينا هنا تستطيع كتابة أي ملاحظة ولدينا الـ image index image index ما معنتها؟ معنتها أننا يمكننا إضافة صور مصغرة للعناصر الموجودة هنا ولاحظوا هنا عندما أدفنا هذه العناصر كيف أدف إلنا هذان الشرطتين بمعنى أن هذا الـ button يوجد أسفله أزرار أخرى إذن في التنفيذ سيظهر ذلك إذن نقوم بعملية تنفيذ أولي إذن نرى هذه العناصر إذن نلاحظوا كيف ظهرت هذه الـ buttons بألوان مختلفة ثم عند الضغط هنا تظهر هذه الأزرار إذن نلاحظوا هذه الأزرار والتي سوف نقوم بالتعديل عليها إذن نلاحظوا نأتي إلى هنا وفي القصية collapse إذن هنا سنقوم بالتعديل على هذه الأزرار التي تنفيذ إضافتها من خلال القصائص وخاصة بهذا المكون إذن هناك في القصائص المتعلقة بهذا المكون إذن خاصية الـ buttons option هنا أقوم بالتعديل على هذه الأزرار التي تنفيذ إذا وضعناها هنا القصية وضعناها إذن هناك مشكلة في عدم ظهور الـ buttons إذن نقوم بالتعديل على هذه القصائص ولن نقوم بالتعديل على هذه القصائص إذن نقوم بالتعديل على هذه القصائص الـ button height نضيف له مثلاً 50 مثلاً ونلاحظوا أصبحت الآن تظهر بشكل جيد إذن ننفذ ونلاحظوا الأزرار كيف تظهر بعمل قائمة جانبية يمكننا التحكم من خلالها في ظهور الـ forms أو في ظهور panels أو أشياء يمكننا إظهار فورم داخل فورم أو استعمال frame كذلك كما رأينا في الضرس السابق نضع فيه خاصية الإضافة بالنسبة للبرمج الخاصة بنا إذن كما تلاحظون يمكننا كذلك إضافة صور لهذه الـ buttons إستعمال الـ image list وضع مثلاً هنا بعض الصور من نوع 24 لـ 24 كذلك نقوم بملء هذه الصور على غاية هنا مثلاً ونقوم بربط هذا المكون بـ image list فتبقى لنا الآن قصير الـ index وفي جوريس ثم هنا ثم الإضافة وهنا نبدأ بإضافة الإيقونات مثلاً هنا الإضافة نقوم بالتعديل هنا إلى 24 إلى 24 بالنسبة لـ وخاصة بالصور أعتقد أن الصور كلها ذهبت ذهبت إلى عجوتي وضيف جميع الصور الموجودة هنا إذا نضغط على أفليكي ونقوم بإضافة الجميع الصور ونضغط على أفليكي ثم اوكي ونلاحظ كيف تظهر الصورة في هذا الزر نقوم بإضافة التعديل كذلك أضيب صورة النسبة لـ التعديل نقوم بإضافة مثلاً وحفظ فضاه هذه المثال إذا والصور أصبحت هنا في كما تلاحظون نفعل القاسية collapse هنا بالنسبة لهذا category الأول إذن لاحظوا كيف أصبحت تظهر الآن إذن بعد تطح هذه القاسية تلاحظون هنا زائد نفتحها وتظهر الإدافة والتعديل والحك ولاحظوا كيف تظهر كذلك الملاحظات المهم تظهر هنا يمكننا كذلك تغيير هنا تغيير من المؤشر الفأراء نسبة لهذا المكون هكذا ممكننا التعديل على الألوان بالنسبة لهذه الألوان التي تظهر بالتدرج يعني gradient color نعطيه الأول نعطيه مثلا till نعطيه الثاني مثلا كأول نعطيه أخضر say green الثاني بل ننفذ نلاحظ كيف تظهر الألوان متدرجة هنا نلاحظ كيف تظهر الألوان متدرجة والبتنس يمكننا العمل عليها وراحظوا كيف تغير الكرسور الفاص بالبتنس يمكنكم العمل على باقي هذه الأزرار مثل ما فعلنا هنا نحن أخذنا مثال فقط عن هذا المكون للعمل على هذه البتنس إذن نأتي إلى هنا ثم إلى الكاتيجوري نضغط عليها ثم إلى الاتمس وفي ايتم الإضافة لديه event هنا لديه event on click on click لديها العديد من الأحداث لديها العديد من الأحداث إذن نحن نركز على الحدث on click بالنسبة للإضافة نضغط عليه وهنا يأتي لنا بهذه البروستير الخاصة ب category buttons 1 category 0 item 0 و 2 يعني كل هذا يقضنا إلى هذا البطن يعني مثلا تواجد هذا البطن وهنا نكتب الكود الذي نريد للزر أن يعمل به إضافة لإظهار form الإضافة التعديل لإظهار form التعديل أو الحدف كذلك لإظهار form الحدف وما شابه ذلك بالنسبة للأخواب الخاصة بالبرمجة إذن نعود إلى form الرئيسية وإلى المكون الرئيسي الخاص بناء إذن هذا كل شيء عن هذا المكون بالنسبة لإنشاء قوائم جانبية نعمل عليها في form الرئيسية وأعتبره كذلك قائمة رئيسيا أعتبر عليها ولتغيير كذلك الشكل أخاص بالمين منو الفلاسيكي إلى قائمة أخرى بهذا النوع يمكنكم استعمالها كذلك في البرمجة إذن كان هذا كل شيء عن مكون الكاتيجوري باتنز تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر